اشتركوا في القناة فتاة طموحة عرفنا عبر موقع التواصل الاجتماعي وأكيد كصحفية وأيضا كممثلة في سيتكوم رمضاني في رمضان 2020 باسم بوراك وبوراكا راهي معنا اليوم منال حوري مرحبا بك منال يسلمك فريال ويعطيك صحة للاستضافة ومرحبا بي عندكم في قناة السابعة تي في صحيحتي منال مرحبا بك معنا وشكرا للبيتي لنا الدعوة تعنا بالمزية إذن منال بغير ما نحكي وعلى بوراك وبوراكا وبغير ما نحكي وعلى سابعة تي في خلينا من هذا الشي كمال أحكي لنا كيف جوزة مانا الكونفيرمات شوفي كونفيرمو هذا سنة 2020 يعني ما زال ما خلاصت يعني جازت كما شفناها قعد دار جوزناها كامل دار كما العادة شوفي هي حاجة مليحة ومشي مليحة لأني أنا ما ولفت الروتين تعالى المنزل فهمتي كنا نقرف لافا كانت الحياة عادية وبعدك جبناها غير دار حجر مكان لا خرجة لا دخلة لا ولو أم بلس تخافي المرض تاني اي بيانسور هو سيتكم بوراك وبوراكا نعم هو كان ضروف تصوير تاعه في الكورونا في الكورونا ايه كيفاش كان يعني هي شوفي تصوير تاعه هاد السيتكم كان شوية صعب زيختو عندنا الحجر الصحي كين دي ماري ولازم عندنا وقت وكين ولي وعدنا وقت صحنا كنا في يعني مقيمين ايه ايه كنا هاد الحجر يساعدتنا ساعدتكم بزاف ايه ايه اذا مانا الحوري مانا الحوري مانا الحوري عندنا ضوكا ما عندناش بزاف واحد اليومين ثلاثة مليفة ستعة شغرة نعم خيب ياه كيفاش جوز مانا الحوري عشغرتها بيوسخ جوزناها في الدار احنا نطيبو التخشوخة اهيه لابنا بلكين اطباق تقليدية ايوه كيمتو موش طيبتو وش طيبنا احنا ثاي طيبنا تخشوخة قسنطينية الله يبارك يبارك فيك يعيشك وانتو موش تديرو شمال عدد تقاليتاكم في عشرة اسمها هدو الموسم الدينية وش تديرو فيها هي هدو الموسم كيما تقول لك ماما جوزها بقراءة القرآن ذكر الله وتبدانا اسمعوا قرأو هدو الصورة اسمعوا هدو الصورة قرأوها مليحة اسمعوا ديرو هكذا شغل نجوزوها هدو ما عندناش شغل تقاليد اخرى ديروها خبية انت هي اصلك اصلك مانال من وين؟ من واتسوف من واتسوف ما شاء الله خيار ناس يسلمك يا تكسرحة اذا مانال حوري والله حبينا نقول بوراكا كيما قلت في التعريف تاعك عرفناك عبر موقع تواصل الاجتماعي من بعدها بنتي في وقت قليل 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 كصحفية ومن بعدها اب كممثلة احكي لنا كيفاش زعمها مرحلة مرحلة كيفاش حتى دخلتي في موقع تواصل الاجتماعي كيفاش بنتي للناس شوفي كيفاش بنت للناس هي بموقع التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك كانت البداية ديالي في ليه لايف نورمال لاني طالبة اعلام نحب كيما قولك اعلام واتصال لازم تعفيت كومينيكي مع الناس لازم تعفيتها هضري قالو غدتني الفكرة ندير حكمت التليفون ديالي درت لايف ديالي في جروب بانات نهضر نقصر مندك نديرو مواضع منهم كينتقى بالنفس مندك نديرو موضوع علش كيفاش اللي خاف من هضرت الناس يعني كل يوم عندنا موضوع نخيره ونناقشه ومدتك ميكونش موضوع لازم تكون قصرات صح صح بليكومونتغ تعالبنات فرحدة الموضوع يتبدل كامل بليكومونتغ صح صح من موضوع موضوع بالك وحدة عندها حاجة رهي في بالها نحنا نعطولها الحل نساعدوها نعاونوها هذي الحاجة مليحة تانيك ومنها تعرفت على ناس بزاف تعرفت على بنات يعني ما شاء الله مليح كيفاش كان لايف تاعك الأول يسمعها أول ظهور لك أول ظهور تاعي في الله شفينا ما شفيك مي عندها واقع العام ونص هكذاك ايه اسماركي قديمة في المواقع بوالا شغل في لي لايف قديمة كنت ندير عام ونص يعني ماشي حاجة عام ونص ايه كنت ندير لايف يعني انقصرت تعرفت على بنات يعني كما قلت لك ما شاء الله وراهم للدوكم معني أصدقاء معي في الفيسبوك حتى ويني لحقت خمسة ألف صديق ما قدرش نضيف اللهي بارك يسمع عندك بزاف أصدقاء من منا في موقع التواصل الاجتماعي أحكي لي على منا الصحفية أنا كما قلت لك طالبة إعلام والهدف تاعي والحلم تاعي يعني من الطفولة أني نكون صحفية هاد الشي هي اللي خلاني نقرأ وأن على بيع قلت لك ندير لي لايف ونقصر ونضحك ونخير مواضع يعني حبي للإعلام قلت لك شو قلت لي السؤال؟ السؤال؟ السؤال كيف كيفش مانا الحوري دخلت المجال الصحفة؟ قلت لك في قناة عبر كاستينك جوست كاستينك وقبلوك آه والا جوست كاستينك وقبلواني وهو يعني هذيك القناة هي بعد اللي جوستي فيها كاستينك ونجحتي فيها في الكاستينك ودخلتي على أسا صحفية أبغي شفناك كممثلة في هذيك القناة ومشي صحفية كيفش صرت؟ يعني هي نفسها شوفي هي كيفش صرت مدير القناة جاتوا فكرة الفكرة إنه يدير سيسي لفكا هي واسمها بورك وبوراكا ايو الضورة تا بوراكا هما كانوا يحوصوا على شبيهة الفنانة مانا الحدلي ايو فهمتين؟ عايض لي في تيريفون فنانة قال لي مانا من سقسك قال لي يقولوا لك تيبهي المانا الحدلي قلت لهي قلت لهي قلت لهيقلوا هالي بزاف قال لي خراس باتي لي فوتو ديالك بعدها باتلي الفوتو ديالي وراها لهم كان لي جغل قالوا سبحان الله حسبت لهم هي فاكونا دي بنا الحدي ماشي فهمت انت ماك عرض علي هاد الدور وقال لي بلي كاينسي سيلا فوكا هيابوراكوبوراكا الى تقبلي يعني تكوني تشاركي في هاد التمثيل الحاجة اللولة انا خممت فولدي يا لانو هاد التمثيل ما شقوت لدوكي رفضوه ما ميسنو فيها يعني كصحافية ما مشي سنو فيها اسمك ممثلة افوالا افري كيمو قلت لك انا نحب انسانة تعشق التجارب وجدتني هاد الفرصة التمثيل ما قدرت ما قدرت نراطيها حبيت نعيش دور تعني نكون ممثلة نعيش يعني الاحساس هادك وكيفاش زي ما تشوف مانا روحك صحفية ولا كممثلة ولقيت روحك خير يعني بأكيد وين قريت لقيت روحي اسمانتي اكي حبة صحفية صحفية يعني ارتحتي في التمثيل هكا شوفي قلت لك انا نحب نجرب ايه فهمتيني عشت هادك اللحظة تعني نكون ممثلة والكليراج والكاميرا قدامي ومنها هاد التجربة رنحت منها بزيفة فايز وانا نخاف الكاميرا وهاد الفايز ما she said تجريد منها تقدر تعودك في المجال تعال الصحفة اكيد هاد يدون تود انا مخافش الكاميرا حيساعدني في المجال تعييث سامعي الباصاري اني مخافش الكاميرا نقدر نقدر نتقدم في المجال هادك يعني رنحت بزيفة فايز منهم ملي whatnot وجامل كانت عندك تجربة تمثيلية من قبل ولا بورك بورك هي اللولة شوفي تكون أحكي لك هذه الحكاية هي أنا كنت صغيرة درت المسرح الله يبارك درت المسرح ماشي نقول لك في مسرح ولا هكذا درت وين الدروس تدعيمي وين كنت نقرأ جاتوا فكرة الأستاذي درنا مسرحية هكذا صغيرة بين احنا اللي كنا نقرأ شاركت قلت لك درت دور تلميذ المشاغبة أيوة وعجبني أني أحسيت بواحد الإحساس عجبني أحبيت ندير المسرح خيبية أبري جاتني فكرة ندخل للمعهد للمعهد الدراسة تمثيل جاتني فكرة ندخل للمعهد كي رحت نقول لبابا قالي لا لا قالي لتهاي بقريتك ماشي بالمسرح قلت ما كنت حدير ندخل المدخبية أيوة كي رحت للمعهد جبتها حنبدأ تضوصي وكلش أعطوا مني ورقة تعتها هوت شارفي اسمها كنت صغيرة أخلاص كنت صغيرة قطمني ورقة تعهد شارفي تعال والدين لازم الموافقة تعال أب وأنا باباك كان أرافض هذه الفكرة تعالي ندخل للمسرح ولا نتعلم ولا ندخل للمعهد وأتي كنت دخلة بالتخبية على باباك والا وتنسي يزاري صح الطفل الموشة غيبارة رجعتها لأرض الواقع قالك إذا أردت النجاح لا تخف أبدا كي نحت من والديك أدية شح المنوحد در حاجة بريس تقتله صح صح وبعد كي طوني تعهد شارفي خلاص استسلمت لأمر الواقع مكاش المصرح غير إنسايا ما نلقلتها بقريتك خلاص ما زيش تشوفي المصرح مكاش كيفاش سبحان الله شكون قال فيما يقول لك صح الدنيا دوارة جالي يوم ونجتني فرصة التمثيل لما كنت ما سنيتهاش ما تلبش عليك ما سنيتهاش وكي جتني أنا ما رطيتهاش ما رطيتهاش ما رطيتهاش ما موالديك كانوا سما معاك وقفين معاك بالإقناع قناعتهم ما قناعتيهم في اللوي كانت الفكرة مرفوضة كانت مرفوضة يعني بالإقناع وماما وهكذا وحبيت نشوف تجربة برك وأول مرة وخلاص وخلوني أنا نحن نكمل في المجال ديالي تا الصحافة لكن باش قبلوا الفكرة هذي تعني نمثل قالوا لي يعني ما زيدوش نشوفوك في التمثيل نشوفوك في الصحافة أيوة هاي كملي كيف كان الحال جوزت ستيتكوم ومع الريضة 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 اللي معروف بوراك الجزائري للنس اللي ما تعرفوش الريضة بوراك الجزائري هكذا والا لتعرف المواقع التواصل الاجتماعي تطبيق تيك توك صحي هو أصلا كان بوكو بليوس معروف على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعدها شفناه ثاني في قناة قناة الجزائر أنوا شفناه كممثل كممثل ومام ثاني كانت عنده حصة على الطبخ بوراك كانت عندي حصة على الطبخ يسمى أنت كنت تعرفه من قبل ولا تلاقيته في هذا السيدكوم تلاقينا في السيدكوم أنا كنت قلت لك نعرفه في مواقع التواصل الاجتماعي كنت نشوفه مكاشلة مكاشلة يعني ضجة كبيرة شفتوا مدتنيش الفكرة أني نتعامل معاه ولا راح نتلقى به ولا حنديره تمثيل كيف كيف من بعدها لقيت رحمانة الحوري مع ريضة كانت تفرج فيها على مواقع تواصل الاجتماعي وين في السيدكوم بوراك و بوراك اللي مكنش كام توقع أنها تدخل هذا المجال وكيفش تشوفي قبل مانا الحوري قبل بوراك و بوراك و بوراك هو السيدكوم اللي يخلق أنك ظهرتي للمشاهد الجزائري ما تبدلت حياتك ولا تنستعار فكيفاش كيفاش أحكي إليه شوفي أنا قلت لك بديتها بلاي لايف وكنت مما كنت نتلقى برا بنات يعرفوني غير من مواقع تواصل اجتماعي لكن مر السيدكوم هذا يعني زادت زادت يعني حتى في الانستغرام و الفيسبوك زادت عدد المتابعين تواعي زادوا صح بسيدكوم هذا اللي درتوا بسيدكوم تاع بوراك و بوراك تخيب يا ذو كمانا الحوري عرفناها في مواقع تواصل الاجتماعي عرفناها كصحفية وعرفناها كممثلة لو يخيروك بين التنشيط أو التمثيل وش من طريق رح تكملي فيها اكيد اكيد يعني بلا منخمام حنكمل في مجال الصحافة و مجال التنشيط و في مجال الصحافة و التنشيط و كي ما قلتينة بللي أنا نحب نجرب كل شي أنا نحب نجرب كل شي نحب نجرب كل شي يسمى من الممكن قادنا زيد و نشوفه سيدكوم بوراك و بوراك الجزء الثاني لا 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 شوفي هادي من ضمندك أنا مدى بيدك أشتوني في سيدكم مدى بيدك تشوفوني في عام الآخر في الصحافة ومشي في التمثيل مشي في التمثيل إسماء عندك هاكا حيث يصيرون في بالك كين جديد عمقرب من الحوري إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كين جديد إن شاء الله وانا نستنى إن شاء الله تروح الكورونا بس كون هيا رهي مع طلتنا ورهي صح صح و هاكا كو زعماء من الحوري شفناها في بزاف حوايج وممكينا كورونا صح ولا لا؟ صح خيبينا العام 2020 اللي خدمت فيه كتر من العوام اللي فاتوا صح نتمنى لكلت وفيق مانا لستاني كل خير شكرا انت تاني أطيت الصحة يعيشك مانا قبل تمثيله قبل صحافة شفناك كمودل حجاب حكيلي كيفش بديتي وين بديتي ما شكون بديتي شوفي كما قلت لك مقبل أنا شخصية تحب تجرب كل شيء تعشق وتحب تجرب كل جديد خيبيا هادي موضا الحجب يعني كانت في قلبي حبيت ندير هادي صحبتك عندها كوليكسيون عرض تانية كن عندها موضا الحجب ايوا وشاركت شكون هادي صاحبتك الاسم واسم لكوليكسيون تحا? ماري لدي كوليكسيون ماري لدي كوليكسيون يسمى اضوك مازالكي تلبسي من عندها مام حتى شفنا اسئلة حتى الالبيسة اللي بستها في سيدكم بوراك و بوراكا من وين؟ البيسة ماشي من عندها ماشي من عندها داكوغ مانا الحوري ممكن تطلع في ليلايف ولا حتى تطلع احد افراد العائلة تحتها اللي هي اختها صغيرة ايه واش اسمها؟ البطبوطة ريهام اسمها ريهام ما شاء الله كيفاش دعما هي مازالها صغيرة على المواقع مخفتيش شوفي هي الحج الدولة مدابية اختي صغيرة تتعلم مني مدابية اختي نحبلها غير الخير انتي حبو اختيك تدخل هذا المجال ثاني هي اصلا اختيت حب التمتيل واو اسمها الى حنية اختيت حب التمتيل ايوه تحبو يعني مش يكي تقولي لو شكي حب تكوني في المستقبل تقولك مترجمة اللغات وتقولك نحب التمتيل اسمها حاجة زيدة اسمها ثانية راهي مانا الصغيرة حاب تجرب كل شيء يعني كانت تختيق قعدة قد بيانسو عمان قدرش نخليها تفتح فيسبوك وحدها ولن انها مازلها صغيرة في عمرها عشر سنين الله يبارك طول عمان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكونوا نكونوا بتجلب ديالها مع اندارين لايب نقصرون تضحكوا من دك حتى هي تشاركنا في المواضع معايا وتهدروا حاجة مريحة بالنسبة لها باش تتعلم تهدر صح صح اذا مانا الحوري اختيك كما قلت لي البطبوطة البطبوطة يا عيطانة اسكت عرضت للتنمر ما تعرضتش شوفي هاد النقطة بالدد كما يقول لك هرا هي ظاهرة العصر اللي هو التنمر الالكتروني صح هاد الظاهرة لان انا شوفوا فيها حتى المشاهر تنمو المشاهر تاني الناس مبقاتش تقيم العبد على اعماله ولا على وش يخدم ولا على مستواه ولا مهمش وشغل هاكا يتعايروا بالشكل يعني كلش معلش تعايني بالاعمال يعني معاك يعني خلق الله اهنا رانيكم نكون وش نكون ما تعايرش بخلق الله لان شغله هي قبل اختك اسكنتي تعرضت التنمر بسكول قيت كبلي تفاعلتي مع السيوجة هادا بالزاف والنصيحة اللي تعرضوا للتنمر يعني كنصيحة مني التجاهل لانه التجاهل يقتل متنمر بالذات التجاهل وش هو الكومنتار اللي بقى في بالك اللي قاسك بالزاف من هاد الجاه عديش حتى كلهم مونتار ما نديرش عليهم انا اصلا لانه لا انسان فاشل انسان الفاشل ما عندوش وقت مسكين فهمتي دوك الانسان الفاشل هادا يلتها بالناس لكن الانسان ناجح يلتها بالنجح ديالو فهمتيني هادو عباد فرغين شغول مئة طروش عليها هادو مئة طروش عليها علاش دوك نقول لك دوك طفلة انا ما نعرفهاش ياراهي وراء الشاشة بلك راهي طفلة صغيرة ما قدرش نعرفش كون هادا لو يعاير فيها كان عباد يشغول يتأطروا باصغل كلمة ما تنجي وحده تقول لي كيش دايرة بلك وحده تقول تعيي تعارفيني ما تقدريش تحكم عليها أصلا وفوالا تعيي تافها يعني كلمات جارحة صح صح لو كانت دايري عليهم ما تقدر تديري ولو في حياتك ما تقدر تديري ولو في حياتك والتنمر هذا حتى في الواقع مشيح في المواقع لكن في العصرها داره في المواقع أكثر ودير حاله وكما حكيت لك على أختك هي ثانية ثالثة نمر أكيد لأنها شوية سمينة عندها ثانية شوية هكذا يعيروها يعني سلبية سلبية بزاف لكن قطرتها كانوا لي كومنتار الإيجابية هي مليحة بسكوية كانت حلوة والا لو كان ملقت لي كومنتار الإيجابية بلك ما نكملش يعني نقارر سلبي سلبي صح كانوا لي كومنتار الإيجابية اللي كانوا يدعموا فيها والحمد لله من الحوري كما شفناك في سيدكم بوراكو بوراكو اللي هدرت لك عليه هو سيدكم بوراكو بوراكو شغل جزتي فيه كممثلة هي شبيهة ما نلحد لي هكا الفنانة ما نلحد لي ما نلحد لي كيفاش كان تردت الفعلتها لهذا السيدكم شوفي الفنانة ما نلحد لي معروفة بالطبع ضع تحق ومعروفة أنها تحب الخير للناس وفي السيدكم بوراكو بوراكو تأكدت من صحة هاد المعلومة إنه الصح إنسانة تحب الخير وتلقيت منها غير الدعم يعني لقيت منها الدعم تقول لي ما أنا أعجبها يعني سيدكم قلت لي برافو قلت لي ونتمنى لك النجاح وراني هنا ندعمك بكل حاجة يعني هذي قيمة الطاوض وذات شجعاتك يعني إنسانة كما يقول لك فنانة كبيرة تدعم شباب هدوين صاعد كما يقولوا نتمنى يكونوا الفنانة ينكمل كما هي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وبالك على جل هذا الشي ممكن ممكن بالك راكي حابة زيدي الديري يا سيدكم بوراكو بوراكادو شوفي هي ما شكيت ما شكيتش ما شكيتش ما شكيتش الله أعلم بس هنتي حابة أنا قلت لك أنا كنت زي تتعاوت تتكرر التجربة تحبي تخدميها الله أعلم ما عنديش جواب ماكاش جواب ما عنديش جواب ما عنديش جواب بشو نقول لك بالك نكمل لأنه الأب والأم دياني إن شاء الله بإذن الله مدى بيا يشوفوني في عمل صحفي إن شاء الله صحفي يسمى مامنتي كي كنتي صغيرة كنتي حبت تكوني صحفية هكا أنا شوف يدوك نقول لك كي كنت صغيرة هذي كترتها ليقرة وإعلام ليقرة وصحافة يحبوا يديروها بزاف هذي كي كانوا صغار كي نحفظ ولا نقرأ ولا تخير روحي نقرأ في الأخبار ولا نقدم في حصة نحفظها قال لي أحد الآن نلدوك نهضر ونعني كل المعلومات تدخلي لازم نديد روحي يعني في حصة واني نحفظ ولا نديد روحي يعني في مقدمة أخبار ولازم لمراياتكم مقابلة تني سينو ما قدش نحفظ خبين ومما يسمع كون نشوفه من الحوري في الصحافة رح شوفها في تقديم الأخبار أو في تقديم الحصة تلفزيونية شوفي كل واحد يعني وين يلقى رحتو أنا متمكنها بالك ندير الأخبار ولكن نلقى رحتي كثرتها في التنشيط في التنشيط يسمى من الحوري يعني قريب إن شاء الله رح نشوفها في حصة تلفزيونية مش شوف تقديم الأخبار الله أعلم تاني هنا مقدش تانيك بلك ما تعرفيش هي مخبية لك الدنيا بلك كما أنا تمتيل أنا مكنتش دارة في بلك حنخذ تجربة في التمتيل في التمتيل صح مقدش نعني نقول لك بلك تلقيني في الحصة التلفزيونية بلك تلقيني في الأخبار بلك ماشي هنا في الجزائر أصلا بلك في الدول العربية بإذن الله أعطيك الصحة أنت تاني أربي وفقك منالك صحفية منالك ممثلة لديها مانال حاجة هكا أهداف القديمة تعمانال اللي راح حب تكونهم شوفي أهداف شي أهداف تجارب أخرى أهداف حب تحقق قيام كل إنسان عنده هدف أسمى قبل هدف الأسمى كما قلوحنا عنده أهداف صغيرة توصلوا لهذاك الهدف الكبير اسمه أسكو عندك هذوك الهدف صغير يقدروا اسموهم تجارب كما قلتين أسكو راح زيد تخوطي تجارب واحدة أخرى إن شاء الله في التعليم ندخل نعلم أيضا ندخل إن شاء الله بإذن الله ماشي كاستينك كي ما قولك كونكور كونكور تل أسات اسمه راح زيدون شوفوا مانال حوري كأستاذة إن شاء الله إن شاء الله يعني هذا كان عندي حلم صغير تاني إن قريتها لما يتصغر بإذن الله بإذن الله مام مانال شوفناك ثاني مام في سيتكوم هي كنتي عبر موقع توصول اجتماعي ومبعد دخلتي المجال التمثيل ومن مجال التمثيل زد حبك للمواقع نشوفناك بزاف بزاف تأثري في ناس ويأثروا عليك شغل بزاف أكتيف على موقع توصول اجتماعي ومن بالك تديري فيديو في سمانة فيديو في شهر والله وليس تديري بزاف ومام ليه لايف كثرو كيفاش هكي تشوفي أسكل ناس تتفاعل معاك مش تتفاعل معاك كيفاش دوك نقولك عدد المتابعين اللي عندي زاد ما كانش كيما قبل كيما اللي قبل وحب الناس ليا زاد فهمتيني هاد الناس اللي رام يتابعوا فيي مدابيين كون عند حسن ضنهم ما كدفش عليك لقيت الدام من عندهم لقيت التشجيع اللي ما كنتش نسناه عباد يعني ما نعرفهم شو وقفوا معايا لآخر درجة يعني شافوني في التمثيل نصهم قالوا لي مدابينا نشوفك في الصحافة خير نصهم يعني ما أنا أنا حبي نشوفك في الصحافة نصهم كانوا ضد الفكرتها يشوفوني في التمثيل ممثلة ايه بس كوا أصلاً كانوا يسناونين كنا نجيهم بكاش حصة وليح تلقوني تتمثيل في رمضان ايه قلت لك هاد الحب بتاع الناس ما حبيت نخيي بظنهم مدابي يشوفوا من عندي غير كما يقولك الطاقة الإيجابية غير كلام المليح غير لأنه كان عباد ديكم قللك وش كونت ندير أنا رهم هما يديروا البداية نفس البداية تاعي ره يتتعاود ايه مثلاً وحدة هادي اللي نحييها اللي وسمها رانيا كي كنت بالك انتيم على بالكش في المواقع تواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك قبل ما نبدأ كامل يعني عندها عامين كنت ندير في رمضان شهر رمضان كنت ندير بقالات والناس كانت تفاعل معك كانت تفاعل كنت ندير بقالات وكل اسم عنده بقالة طيلة شهر رمضان الكريم يعني 30 يوم وانا ندير 30 بقالة ولقيت يعني تفاعل كبير مع الناس كل ما ندري بقالة نزيد كين عباد هايا ما زال ما وصل الحرف ديالي باش نسمع بوقالتي فهمتيني لقيت هدك التفوعل هو اللي خلاني نزيد يومي يكن تدري لايف هكا مع ابناجو ما شي لايف فيديو في مواقع في الفيسبوك في الصفحة الشخصية ديالي اسم بديت تسجلي فيديو وكيشغلها كحصة ودري بقالة للناس كل واحدة بالخص تحه بكاميرا صغيرة نكون مقابل الكاميرا ديالي ندري البقالة نسجل يعني شغل حصة نسجل ونحطها بالمونتاج بكلش خيب يا فهمتيني وهد الشي اللي خلاني كلقيت التشجيع باش شوفي يعني كلمات صغار يخلوك تديري بزافة فايز هدك التشجيع قررت نشري كاميرا يعني أنا بديتها بكاميرا صغيرة الحلم ديالي كبر الهدف ديالي كبر يعني ورحت خدمت في الصيف وشريت كاميرا قدرت نتحصل على كاميرا للتصوير كانون الحمد لله يعني شوفي يعني كلام lõodoxū 팀!". يسم الله różnych التسغل في الفيديو هado بينصير مزال مكملة فيهم البقالات احي لأ لا مانش مكملة فيهم اللي العام افتقتلك شافوني في البقالات؟ هاد اللعم شافوني ف السيدд konnte ف السيد ком وش رح زيد ان شاء الله ويننجدو نشوفوك؟ بإذن الله أحيصاص بإذن الله حيصاص تليفزيانية بإذن الله بإذن الله بإذن الله بون مانال أبر أبر التمثيل وصحافة وكونك أستاذة إن شاء الله في المستقبل أسكن قدروا نشوفوا مانال حوري مغني سؤال محرج انتي شبيهة مانال حدلي في الشكل شبيهة مانال حتى في الاسم أسكن راح نشوفوك تغني بلا كنت تكوني شبيهتها حتى في الصوت شوفي هادي ما نضمن لك أيوة هادي ما نضمن لك لا لا صح قلت لك شبيهات في الوجه لأن الله يخلق من الشبيهة أربعين لكن باش توفيري في الغيناء في الصوت هادي لالا مستحيل تغني مانال حوري أبو سبني قوها في الغناء لا أبدا وبلك تجربي هنا في ستوديو السابعة لي أول مرة نسمعوا مانال حوري تسمعينا يلا حبيتي حبيت مانالي سقسي فيك نغليلك تكي حبة تكون فرمي باللي صوتي ومشي شباب خلاص مشاهدينا نسمعو صوت مانال حوري اللي مشي شباب وش مطابع لك أحبت تسمعه انتي وش تحبي طابع على ستيلك أنا شوفي على بلو بلي نحب العاصيمي صح في خطرك أنا من غنيش خلاص أنا زيني نحب العاصيمي غني عاصيمي هيا خلاص ما يكون لا خطرك ما هايت فضلي صح عندي خمس ثواني خلاص يعني ثلاث ثواني لبغيتي المهم سمع صوت مانال حوري اللي مشي شباب أيو الله أيو نور عيني بركك متنوم الحب بلي والعشق ميدو من اللي به خلاني نهو حلاص واو هدا وصوت كلي مشي شباب هدا وصوتيني مشي شباب ألا باك بلي مرامي صفقو عليك نينش ما فيها هي أعطيك صعامانا نزيد نحاوت لك واحدة هدا وصوت كلي مشي شباب هدا وصوتيني مشي شباب اي ملا ما نال حدلي راكي شفتيها مثلت على انها انتي في سيتكم بورك وبورك ممكن سيدي تشوفيها بلك زيد تمثل تمثل سياتك الفنية انتي حال شخصية عادي مالاش انتي حال شخصية مانا الحوري مانا الحدلي لا لا والله يطيك صح عندك امبلفوة احتحب مزين تسمع شونسون وحد اخرى لا ده خلاص متحشبينيش مزيدكش لا والله يعطيك صحة او لا غير في خاطرك يا ربي يعيشك مانا في خاطر قناة السابعة تيفي يعني غنيتلك مرسي بوكو تعيشي واحنا بزا فرحانين ليراكي معانا ربي يحبتك احنا شغفني لدعوة عنا شغفني نكون معاك كضيفة عربي يعيشك اذا مانا الحوري مثلا قلت لي انشاء الله متابعك اللي رامي يستنوا فيك راح تطلع عليهم بحصة تلفزيونية بإذن الله ايه وش من مجال راح تكون الحصة تلفزيونية القادمة شوفي انا نحب الثقافة ونحب الاجتماعية ممكن تكون حصة اجتماعية ممكن تكون حصة ثقافية والحاجة اللي قريبة لك اكثر نحب المجتمع فيزود يعني فيزود شوفناك في بداية ستاعك انك كنت يتخرج دي ريسونداج مع الناس تتحكيها كمع الناس في حصة صباحيات كانت عندي فقرة في صباحيات اسمها سؤال معامانا سؤال معامانا وتنخيير دي سجي مباطع اجتماعية لنهبط الشارع الجزائري نشوف الاراء دي لهم في البلاطون عودوا نتناقشوا هذك الموضوع مثلا كي رحتي وشوفتي وشو الموضوع اللي اللي لقاء تفاعل بزفة مع المجتمع الجزائري شوفي كان موضوع تاع طالبة الجميعية اللي تخدم سارفوز ولا فوندوز أسكو انت تقبل بنتك بوغو لا كونت أعلى اسمع لي بغو ماشي لا لا كانوا دو صنداج أسكو تقبل بنتك تخدم هذ المهنة اللي هي سارفوز ولا فوندوز اللي شفناها بزف بلي طالبة الجميعية تخدم هذ المهنة صح صح تخدم بائعة صح هي ظروف الناس تختلف من من عائلها الأخرى ولد طاهرة يعني جاني هذ الموضوع في بليلي انه أنا عشته كيف اشنت عشتي؟ كنت نقرة في الافاق وممتون خدم خدمت فوندوز وخدمت سارفوز خيب يا شوفي الحاجة اللي تكون يعيشتها تقدري في الصحافة تقدري يعني ترقي الموضوع وتشوفي أراء النس ديالهم حبيت نعرف يعني نصف الأراء كانت مع مع العمل هذا كانت جتهم الفكرة نورمال يعني حاجة طبيعية للمطفلة طالبة الجميعية طالبة الجميعية بالدد انها تخدم المهنة مشي أي مهنة بائعة أم ناديلة بائعة أم ناديلة طالبة جميعية طالبة جميعية طالبة جميعية ومن طولاني نخدم وين خدمت يسمى؟ في أجي سنتر واللي خدموا معايا كامل طالبة جميعية بلي ماستاغ هاد الشي اللي خلاني نتسائل نقول اسكو إحنا ما كاش خدمة ولا علاش طالبة بشاهدة ديالها تطرق تخدم لهاد المهن يعني علش ما تخدمش بقرأيتها هادا خلاني نتطرق يعني نترخيل هذا الموضوع نتحكي عليه في صنداج ولو مشوف الأراء الناس ديالهم كيف شرح تكون تخيب يا يعني السماء من الموضع كامل اللي خدمتهم اللي لقى تفاعل كبير في المجتمع الجزائري لقى تفاعل ويعني كانوا نصهم يقولوا لي كانت تقولك نالا يسمى أنت قلت لي عشتي هذا الموقف عشت هذا الموقف عشتي هذا الموقف وشفتي أراء الناس مثلاً ذوكا ديري في بالك بل يرامي يشاهدونا طالبات جماعيات رامي يشاهدونا بزاف ناس من مختلف فئة العمرية مثلاً طالبات الجماعيات وش تعطيهم كلمة كلمة للطالبات الجماعية طالبات الجماعية عفواً في هذا الموضوع بعدها شوفي نفهمك حاجة عبرك الطالبة الجماعية باش تطرقت تخدم هاد الخدمة اللي هي باية ونادي لما نش نحتقر في المهنة هادية لكن ظروف المالية هادي حاجة تساعدها يعني ما نشوف هاش عيبانا علاش باش نشوفوا الدول الغربية نرمال يخدموا عادي تخدم تقرأ يعني هادي تعلمها انها تقول لي مسؤولة هاد شي خليها تكون مسؤولة من صغرها تكون مسؤولة تعرف كيفاش تخدم تعرف كيفاش تتعامل مع الناس كما انا ساعدتني بزاف بزاف نتعامل مع الناس ونتواصل معاهم وهاد الحاجة ثاني كنلقاها في المهنة على الصحافة انك تتواصلي مع الناس صح اصلاً مانا الحوري معرفة على انها إنسانة اجتماعية مئة بالمئة وهاد الحاجة اللي شفناها في ليلايف تاعك خبية لانه باش تكون يعني كما يقول لك من المميزات الصحفي لازم يكون اجتماعي صح صح لازم يكون إنسان اجتماعي اذا مانال نبقى دائما في سيرتك سواء في الصحافة ولا في التمثيل وشما الانتقادات اللي تلقاتهم مانال بزاف مثلاً في السيدكوم ايه سواء في السيدكوم سواء في الصحافة سواء في اللايف اللي خدمتهم يسمع ككل ككل شما الانتقادات اللي اديتهم شوفي كانت انتقادات البناءة المحترمة اللي ادرت على رأيها وكانت الانتقادات الغير البناءة اللي ما عطيتها شقع اهتي مام خبية الانتقادات البناءة اللي كانوا كما قلت لك من قبل مانال كملي في الصحفة ما تكمليش في التمثيل كأني تاني يعني ما كاش انتقادات بزاو كان انتقادات كي ما قولك الغير بناءتها خلقا لا صح صح كما قال ذيك اللي دخلناه في ظهر تنمر واللي قوات خاصة في الأوينة هذه الأخيرة تخيم يا ما نال حبيتي موقع توصول اجتماعي حبيتي صحفة حبيتي تمثيل وحبا زيتي تكوني أستاذة وغناء لالا شوفي هذه اللي نهضرها وعلى بل يبلي ما حتصل انك حتشوفيني في الغيناء في الغيناء نه ولو كان هكذا مثلا يسمى بعد بورك وبورك ما زادش مانا الحوري تلقات عروض هكا تعتمثيل لا ما تلقت ولا عرض ولا عرض ولو تجيكي هكا فرصة أحسن مثلا رحت تدخلي هالمجال من جديد ولا لا لا قلت لك ما انت من لكش بالك إذا جتني فرصة يعني ما شنا رأطيها تانيك إذا جتني فرصة شابة ما رأطيهاش وإقناع الأهل فيها فيها لازم فيها فيها أحيتي قال نمشي باديك الإقناع لازم إقناع الأهل دائما لازم خبية شفنا ثانية في الأويناء الأخيرة في العيد قعدة العيد لمت الحباب في العيد لمت الحباب في العيد لمت الحباب في العيد هذيك أول مرة نقابل الكاميرا أحكينا عليها شوية شوفي كي موقت لك مقبيل طيلة شهر رمضان كنتوا كانوا يشوفوا البقالات في الليلة العيد قدوة مدقت لهم إن شاء الله رأيكينا حاجة سوف أخذ لكم دخل اللي هي جغل شافوني هكا بكاليتي ماشي مليحة بتليفون بكل شيء أماك شافوني بحصة تليفزيونية بكاميرات يعني بخوفيسيونال في بلاطو لبسة جغل بليزن فيتي جغل أو كيفاش يعني بدتها بحاجة صغيرة حتى وان ملت في بلاطو صح هاد الحاجة عجبتني هادك البلاطو في استوديو تعدى البيضاء تعدى البيضاء خبية فوالا قلت لك حطيت هادك الفيديو لقيت تشجيعات يعني حتى كانوا من يقولوا لي مانا جغل عطيتنا طاقة إيجابية عطيتنا أمل بلي جغل مازال كين صحافة مازال نقضة نفونسي في حياتي بديتها بحاجة صغيرة كم يقول لك اسنع سعادتك ولو بأبسط النجاح الأشياء أنا أقول تقدري بحاجة والو بحاجة والو بكاميرا صغيرة يعني بكون دور وكنت نكاميري ونحط مش هي لازم يكون عندك باش تقدر تحط صح فهمتيني بديتها بحاجة صغيرة بإذن الله كم يقول لك درجة بدرجة مكاش منها صح هي خطوة خطوة دائما ولا خطوة خطوة درجة بدرجة تطلعي مكاش منها تطلعي ديراكت مستحيل هدي صح ما شاء الله ربي وفقني هدا ما كان خيب يا احنا حبينا نعرفو شو سر سر حب الناس ليك بوسكو لقينا تعليقات يعني بزاف هيلة وهي مش هي غير تفاعل برك تفاعل ومم تعليقات بزاف ملي حبينا بللي الناس تحبك وش سر تعمان على حوري شوفي كم يقول لك مع انك جديدة في هاد المجال بصح صح والله اغل حب الناس نعمة بشتوفي عيبة دي حبوك ونس بلا ما يعرفوك يعني نصف ما نعرفهمش يحبوك ويتمنى ولك الناجح صافي بليزغ والله اغل صافي جران بليزغ وش تقولي لناس هادو شوف هنوجه لهم تحية نقولهم يعطيكم الصحة اللي وقفتوا معايا ويعطيكم الصحة اللي دأمتوني بلا ما تعرفوني كما يقول لك ان شاء الله ان شاء الله ما نكونش ما نخيبش ظنكم وتشوفوني غرف لفايس الملاح ان شاء الله ونكون عندنا نحصن ظنكم ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اذا مانا الحوري كمارة اني شوفانو كمارة من شوفوك من المتابعين باللي مانا الحوري ديرا خاتم حبسي حبسي ما ندخلش حياة شخصية ما نحكيش على حياة شخصية ما نحكيش على حياة شخصية شافي ما ندخلوش في حياتك شخصية لقيت شارك حياتها ولا مازال هنا باش نقصوا ما ندخلوش في حياتك شخصية اسكو قاتو لا 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 ومن بعد عن الحياة شخصية ما نش حنقولو وشكون وكيفة وعلش هذك حاجة وكل شخص كيفاش كاي اللي حبي يهدر كاي اللي ما يحبش كاي اللي حبي يهدر تسوء الغدنح أسما ما نحكيش على هذا السيجي أأ من حياتك شخصية ولا ما نحكيش ما نعجوبيش لا لا اسمها فوتو فوتو سيجي ما حبتش جون على السيجي هذا نعتدرموش هدينا كني بزاف اللي سقسوا هذا سؤال اسكمان الحوري عندها اسمها لقات شرك حياتها ولا مازال حيات الشخصية من حب نشاركها معي احتا واحد انها تبقى شخصية اللي حب يعرفني عرفني انا تعرفني انا علش تعرف حيات الشخصية تعرفني انا وشفني انا متشوفش حيات الشخصية البطبوطة تقدروا تعرف عليها كلش تخيب يا ونبعت له تحية اخدها البطبوطة انا نحترم رأيك منال وكما كامل نس لازم يحترم رأيك ويعني هذي حاجة مليحة انك تخلي حياتك شخصية شغل حي تعرف حياتي العملية بزاف يعني حيات شخصية دائما ما يصار فيها مشاكل تخيب يا هذي حاجة مليحة لك هذي حاجة مليحة لك منال اذا منال قبل ما نختمو البرنامج ووج حبة تعطيك كلمة اخيرة شوفي اول حادة نتمنى لك انتي التوفيق بالنجاح والتألق وانشاء الله نشوفك في اعلى المراتب شكرا شكرا وشكرا على الاستضافة ايوه ونقل لمشاهدنا يشوفوا فينا ربي يرفع علينا هذا المرض انشاء الله يا ربي وكي ما قولك للمتابعين توعي نشكرهم تاني اللي يوقفوا معايا بلا ما نستني قبل ميزة فعلية الاب والامتاعي اللي ربي يخليهم لي تجفوا قراصي اللي يوقفوا معايا مديا ومعناويا وهما اللي يعني كي ما قولك بلا بيهم مرانة شهنة في الدنيا صح صح ربي يخليهم بني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ايضا مشاهدينا كانت معانا في هذا العدد منال حوري كصحفية كممثلة كوحدة من رواد موقع توصول اجتماعي صنفوها وين ما حبيتو هكا وين ما حبيتو صنفوها ايضا كانت هي ضيفتنا لنهار اليوم اللي بزاف 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 فرحنا كي جاتنا وجوزنا وقت مليح شاء الله تكوني استمتعتي به منال ولا غدست حلوة لك صلاة معك نتمنى لك كل توفيق وان شاء الله هنشوفوك دائما في العلالة كي ما يقولون بإذن الله بإذن الله اذا مشاهدينا عددنا هذا اليوم خلاص بالصح حيثتنا ما زالها رح تكون متواصلة مع ضيف جدد ومواضيع جديدة نتلقوا في مواضيع جديدة ووحدة اخرى تبقى على خير اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر